المسلسل المفاجأة الرابعة بقى وهي أن سورية هي اللي سقطت دلال عشان ما يبقاش لجعفر إلا ابنها هي بس جعفر هيحاول يروح وهو بياخد حقه من شوقي هيحاول أنه هو يخلص منه بس شوقي هيحاول ده هيحصره من كل النواحي بدربات نار وهيحاول يقتله الغريبها في المسلسل ده أن في حاجة المؤلف نسيها خالص الحاجة الأولى أن لا فيه شرطة ولا فيه حساب ولا فيه قانون ولا فيه أي حاجة اللي معروف في المسلسل ده هو تقريبا كده قانون الغابة الحاجة التانية اللي برضو المؤلف مدي لها أهمية كبيرة قوي أو مسهلها بالزيادة قوي أن كل مراطات جعفر لما بيطلب منهم فلوس بيبقى معاهم بالملايين بيقدروا يوفروا ملايين علشان يخططوا بيها ويدبروا بيها مرة سورية عشان تلاقي ابنها ومرة دلال بتتفق على 15 مليون علشان تقتل سيف يعني بصراحة حاجتين اتنين يعني أنا مش فاهمها لحد دلوقتي إزاي المؤلف اتعامل معاهم بالطريقة دي ولو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا يبقى أكيد عجبك الفيديو لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان توصلك كل فيديوهاتي وقابلكو بكرة إن شاء الله بفيديو جديد عن مفاجآت في الحلقتين اللي بعد كده إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة